اهلا بحضراتكم من جديد ويمكن زي ما ذكرنا في البداية وزي ما حضرتكم متعودين ان السلطة التشريعية دوره ان هو يعرف المواطن بكل ما يدور ويحدث تحت قبة مجلس انواب وهناقش يمكن في هذه الفقرة قانون المنشآت الفندقية والسياحية بعد طبعا نوافق عليه مجلس انواب بشكل نهائي النهاردة في جلسته العامة وايضا موافقته على مشروع قانون انشاء صندوق السياحة والاثار وده كان قبل ايام الحقيقة ان القطاع السياحي بيحتاج مزيد من الدعم لمواجهة كل التحديات خاصة في السنوات الاخيرة وكمان الظروف اللي احنا بنعيشها في كل العالم وده يمكن اللي اتحقق تشرعيا بتقديم الحكومة لمشروعين قانونين لدعم القطاع السياحي والعملين فيه وايضا كمان وضع حلول جذرية لكل المعوقات اللي بتواجههم وبكل تأكيد الحكومة المصرية بتعمل على تعزيز وكمان تكاتف الجهود لنهوض بقطاع السياحة من خلال طبعا معالجة كل التحديات كل نقاط الضعف وكل المشاكل اللي يمكن موجودة في القطاع قبل ما نبدأ نقاشنا النهاردة خليني ارحب بضيفي في الستوديو النائب احمد الطيبي وكيل لجنة السياحة بمجلس النواب يا فاندن مساء الخير مساء نور يا فاندن منورنا طبعا زي ما ذكرنا دلوقتي ويمكن حضرتك يعني واحنا بنتكلم في هذه المقدمة عن هذا المشروع أو مشروع القانون اللي تم الموافقة عليه النهاردة في الجلسة العامة وهو يخص المنشآت السياحية والفندقية ولكن خليني في البداية أبدأ مع حضرتك بفكرة المعوقات يمكن اللي احنا ذكرناها أو التحديات اللي بتواجه قطاع السياحة ايه هي دلوقتي الحقيقة قطاع السياحة بالنسبة للإقتصاد القومي هو قطاع هام جدا السياحة الحقيقة برضو عشان الناس تبقى عرفة السياحة هي صناعة بيعمل بها الملايين من العمالة المباشرة وملايين أخرى من العمالة الغير مباشرة وهي بتساعد الحقيقة على نموض الاقتصاد القومي ودي رؤية الدولة الحقيقة 20-30 زي ما فيه رؤية بالنسبة للتعليم ورؤية بالنسبة للصحة طبعا دول العماد الأساسي لرؤية 20-30 لكن هناك التمام حياة كريمة هناك أيضا المدن الجديدة التقنية الحديثة فبالتالي السياحة كانت من العوامل الأساسية للهضة الاتصاد طول عمرها الحقيقة عامل مهم جدا لجذب العملة الأجنبية ودي طبعا جيدة جدا بالنسبة للبنك المركزي المصري وبالنسبة للإحتياط النقدي المصري بتساعد على الحقيقة جذب مزيد العديد من العمالة المباشرة والغير مباشرة بالإضافة إلى ما تقوم به من دفع رسوم ودرائب للدولة وده بيعود على الخزانة الحقيقة بمبالغ ضخمة طائلة مهمة جدا الحقيقة العواقق اللي بتقابل القطاع السياحي الحقيقة كانت في التسعينات هي المشكلة طبعا الإرهاب والعمليات الإرهابية اللي كانت بتكون في مصر دي الحقيقة كانت عائق أساسي وعائق قوي جدا للتوقف في تضفق السياحي على مصر جاءت بعد كده يمكن الفترة جيدة من سنة 2000 إلى 2010 بعد كده من 2011 والثورة والأحداث والإضطرابات وأحداث الطائرة إلى آخر إلى أن وصلنا إلى الجائحة فالحقيقة مصر كبلد سياحي كمقصد سياحي هو مقصد هام جدا إقليميا وعالميا بيتمتع بألف كيلو متر من السواحل على البحر المتوسط ألف كيلو متر أخرى على البحر الأحمر منتجات سياحية متعددة ومختلفة تجعل من مصر الحقيقة مقصد سياحي هام جدا بالنسبة لدول العالم فطبعا أخيرا الحقيقة برضو عايزين نعرف أن الفنادق والمنشآت السياحية الحقيقة بتخضع لحوالي 21 أو 22 جهة رقابية وكل جهة من حقها أنها تقوم بدورها كرقابة على القطاع السياحي وكل جهة لها المعايير المختلفة بتاعتها ومن حين جاء قانون المتشآت الفندوقية وهو في أهم معالمه الحقيقة هو الشباك الواحد بمعنى أن جميع الجهات الرقابية هي موجودة هي بتعمل هي لها رسوم بتحصلها ما فيش أي اعتراض عليها لكن لا بد من توحيد المعايير توحيد الرقابة من خلال وزارة السياحة وذلك تم الحقيقة وذي كانت أهم معالم قانون المتشآت الفندوقية بالإضافة إلى أن هناك تم تشكيل لجنة وزارية برئاسة دولة رئيس الوزراء وبعضوية الوزراء المعنيين بقطاع السياحة لوضع الرؤية والسياسة والاستراتيجية الموحدة للقطاع السياحي في بصر عمد بالإضافة كمان ثالث شق في هذا القانون هو اللجنة الدائمة برئاسة معالي وزير السياحة ومندوبين عن كل أو ممثلين عن كل الجهات الرقابية المختلفة على السياحة يبقى هنا إحنا بندمن أن السياحة ماشية تحت رقابة معالي أو دولة رئيس الوزراء الوزراء المعنيين كلهم موجودين لوضع الاستراتيجيات الوزير بنفسه موجود في اللجنة الدائمة لمتابعة الإجراءات السياحية فالنهاردة وجود الحقيقة الواحد وعشرين جهة رقابية بتعرقل الحقيقة العمل بتبطأ العمل اختلاف المعيير يعني كده مشروع القانون في تسهيل أكتر لفكرة السياحة والمنشآت السياحية والفندقية طبعاً لأن المنشآت السياحية والفندقية في حالة وجود ترخيص دائم فهو بيخضع للرقابة كل سنة وبيخضع للتجديد كل سنة فبالتالي بيخضع لجميع هذه الجهات الرقابية كل سنة فالنعرض لو المستثمر المصري مش مرتاح ده مش هيؤدي إلى جذب استثمراتنا الأخير واحنا المرحلة القادمة عندنا في مصر الحقيقة مصر بتنمو بخطة سبتة بتنمو بخطة جيدة جداً مدرن جديدة بتبنى طبعاً دي حاجة مهمة جداً بنية تحتية بتتصلح وبيتم رفع كفاءتها من حيث الطرق من حيث النقل الجماعي من حيث إلى آخر كل دي عوامل بتساعد على نهوض السياحة الحقيقة فالمدرن الجديدة اللي احنا بنتكلم عليها النهاردة السياحة لها دور أساسي في تنمية هذه المدرن يعني التنمية هي ليست تنمية عبرانية فقط لغير لأن كل مدينة من المدرن دي حضرتك هتلاقي فيه فنادق هتلاقي فيه مطاعم هتلاقي فيه مراكز تسوق اللي أخيري فكل دي بتقع تحت مظلة أو رقابة وزارة السياحة فبالتالي هتساعد على التنمية القطاع هتساعد على تنمية القطاع العقاري هتساعد على التنمية في المدرن الجديدة المدرن الجديدة دي حياتها تصبح جاذبة للسياحة هي الأخرى فبالتالي هيتم إضافة مزيد من المنتجات السياحية للمنتج المصر طيب يعني يمكن بما أننا بنتكلم على جلسة النهاردة تحديدا والموافقة بشكل نهائي على مشروع القانون في جلسة النهاردة لو أسأل حضرتك على أهم تعديلات يمكن اللي حصلت خلال المناقشة النهاردة في الجلسة على هذا المشروع كانت إيه؟ الحقيقة المناقشة نوضع القانون السياحة كان فيه موافقة بالإجماع يعني الحقيقة ما كانش فيه مناقشات كتيرة كان كلها مناقشات لإبراز أهمية هذا القانون ومدى احتياج هذا القطاع لهذا القانون فالحقيقة ما كانش فيه مناقشات ما كانش فيه اختلاف ما كانش فيه اختلاف تماما حتى هقولك ليه حضرتك كمان لأن القانون دوت لما تم منقشته في أكتر من 13-14 جلسة معالي وزير السياحة كان موجود في جميع حديث الجلسات. الحقيقة كان مهتم جدا بهذا القانون لأنه راجل حرفي وراجل فاهم سياحة كويس قوي فاهم سياحة كويس جدا. فبالتالي هو كان موجود في جميع حديث الجلسات السياحة حضرتك مهنة حساسة في عجب التعامل معاهب ومنتبع الحرفية. فتم عمل جلسات استماع لجميع عناصر وممثلي القطاعات التي تعمل تحت مظلة وزارة السياحة أو في السياحة عملا من مراكز غوص من طبعا المنشآت الفندوقية والشركات السياحة والمطاعم. كلها كانت ممثلة الحقيقة في هذا منقشة هذا القانون وكان فيه توافق تام على بنود هذا القانون لأن هذا القانون تم إعداده من طرف الحكومة وتم عرضه على لجنة السياحة والتعامل المادرين حقيقة في شهر نوفمبر. ومن شهر نوفمبر لحد مبارح كان فيه جلسات على طول مستمرة. سواء جلسات منقشة جلسات استماعية جلسات مع اللجان المشتركة الأخرى المعانية اللجنة التشريعية ولجنة الخطة والموازنة ولجنة الإدارة المحلية. الحقيقة الجميع كان بيعمل بحب والجميع كان بيعمل بسعادة لإخراج هذا القانون. وكان فيه إجماع زي ما حضرتك ذكرت. إجماع تام. طيب يمكن كمان زي ما ذكرنا من شوية فكرة أنه قبل أيام يمكن كمان تمت الموافقة على قانون صندوق السياحة والأثار. والسياحة والأثار الحقيقة هم واجهان عملة واحدة. ولكن أي حد دلوقتي عايز يعرف أكتر عن هذا القانون. حذرك الشرح لنا الأول القانون أكتر. وكمان إزاي بيساهم زي ما احنا قلنا في عملية دعم التنمية بشكل عام. هو كان فيه صندوق سياحة وصندوق أثار النوبة. والحقيقة صندوق أثار النوبة كان بيودعا دايماً من اليونسكو لإنقاذ أثار النوبة اللي هي معبد أبو سنب. والحقيقة ده تقريباً معطل حالياً أو الإيرادات ضعيفة جداً. فإحنا قلنا أن توحيد هذه الصناديق في صندوق واحد أولاً للترويج للسياحة مصر. ثانياً اللي موجودة في مصر. يعني هو ده الهدف الحقيقة من الصندوق. إنه هو يبقى صندوق موجود. مدعم من الوزرات. مدعم من الجهات المانحة. لخدمة أفراد السياحة. ترويج السياحة. رفع كفاءة الأماكن السياحية. تنشيط السياحة. فالحقيقة ده حيبقى عمل جيد جداً. توافق ما بين الأثار وما بين السياحة. لجزب مزيد من السياحة. ولرفع قيمة مصر. اللي الدولة بتسع عليها في رقع 2030 برضو. رفع قيمة الدولة. ورفع حياة المواطن وتحسين أحواله. وده طبعاً مشروع جيد جداً. العمل بالتوازي بين هذه المشاريع وهذه القوانين بيغير يمكن فلسفة السياحة. حد الوقت بيخلي الحقيقة. الحقيقة فعلاً زي ما حضرتك قلتي كده بيخلي السياحة تخش في منطقة جيدة جداً تسمح لها بالانطلاق. السياحة النهاردة كلنا بنسمع على 14 مليار دولار. اللي هي إرادات في 2019 أو كانت في 2010 كمان. الحقيقة الرقم دوت بالنسبة لما تم في مصر من تحسين البنية التحتية. الحقيقة الخدمات في المدن الدلتا والوادي تحسنت كتير. رفع كفاءة. الطرق الجديدة كلها طرق جيدة جداً. الكل دي عوامل مساعدة لجذب المزيد من السياحة. الأطورة المحطط لها القطر السريع اللي بيتحرك من العالمين مروراً بالطاهرة. وستة أكتوبر والعين السخنة. ووصولاً للعين السخنة. وبعد كده حيمتد كمان للجنوب أكتر. كل دي عوامل الحقيقة الدولة كلها هي منظومة متكاملة. النهاردة عشان أنهض بصناعة أو أنهض بسياحة أو أنهض بزراعة هي منظومة كلها يجب أن تعمل. بالتأكيد بكل عناصر هذه المنظومة. لا يوجد كلمة. بالتأكيد. طيب أنا خليني حضرتك تأذن لي أن أروح لفيديو جراف. ولكن خليني أقول في الأول أن من أهم الأحكام التي تضمنها مشروع قانون المنشآت السياحية والفندقية. لنحن لسه نتكلم عليه دلوقتي. زيادة الموارد العامة للدولة من قطاع السياحة بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة. وفض كمان التشابق وتداخل الاختصاصات وتعدد جهات الولاية ما بين الجهات اللي بيندرك تحت مضلتها قطاع السياحة بين الوزرات والمحليات وأي جهات أخرى في الدولة. نعرف أكتر ونتعرف على المزيد من أهداف مشروع القانون من خلال هذا العرض ونرجع لحضراتكم مرة أخرى. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ويمكن بعد ما شفنا هذا العرض ويمكن كمان ما تكلمنا بالتفصيل عن مشروع القانون الخاص بالمنشآت الفندقية والسياحية. وكمان ذكرنا وتكلمنا عن مشروع القانون الخاص بسندوق السياحة. والأثار خليني أسأل حضرتك بشكل عام عن دور لجنة السياحة في مجلس النواب. ودورها دلوقتي في منقشة كل تحديات يمكن. اللي احنا دكرناها لدعم السياحة دلوقتي. هناك العديد من المواضيع طبعاً اللي بيتم ترحاق داخل لجنة السياحة. بس أنا عايزة قلع على حاجة برضو مهمة جداً. كان قرار من معالي وزير السياحة النهاردة. بالحد الأدنى للأسعار. الحد الأدنى للأسعار اللي هو بالنسبة لكل فئة فندوقية. خمس نجوم أربع نجوم ثلاث نجوم أن يكون لها حد أدنى للأسعار. ده الحقيقة كان قرار جيد جداً وقرار الحقيقة صائب. خصوصاً أنه جيه في الفترة اللي السياحة فيها ما كانتش شغالة. القرار ده بقى له شهور عديدة. فالحقيقة ده كان أخذ مناقشات وأخذ توجهات وقعدنا مع قطاع السياحي وقبار المستثمرين في القطاع السياحي. وكانت وجهات النظر الحقيقة مختلفة. لكن المهمة في الآخر كلنا وصلنا للنتيجة واحدة وهو أن الالتزام بالأسعار ده شيء جيد للدولة. ده شيء جيد للقيمة. قيمة المنتج السياحي المصري. قيمة المنتج السياحي مش في الفندوق بس. ده قيمته في موقع مصر. قيمته في هوا مصر. في جو مصر. في بحر مصر. في أسعار مصر. كل دي قيمة مضافعة على الفندوق. هو ده اللي ببنانا عليه بيتم تحديد سعره. والدولة العقيقة لها الحق. مقابل البنية التحتية هي اللي بتعملها لخدمة السياحة سواء من مطارات وطرق. إن هي يبقى لها عائد. فالحقيقة ده كان قانون جيد جدا. وده قانون بنشتغل عليه. وقانون دايما فيه. يعني فيه ناس عايزة تلتزم. فيه ناس مسا عايزة تلتزم. إحنا كل اللي بنحاول نعمله النهاردة. التنصيق ما بين المستثمرين والفنادق والمنشآت الفندوقية. وتنظيم الالتزام بهذا القانون. لأن احنا نؤمن دائما أن النهاردة المنافسة اللي بين المنشآت الفندوقية بينها وبين بعض. لن تؤدي في الآخر إلا. لأن ده بنزل سعر عندها. وتضارب كبير جدا. وتضارب كبير. وتضارب كبير. والنتيجة. ما فيش قيمة مضافة الحقيقة للقطاع. لأنه مش هيجي سايح زيادة عشان السعر ده أقل الدولار ولا الثاني ولا الثلاثة. فدي كانت من الحاجات اللي بنشتغل عليها الحقيقة والمهمة جدا. عندنا كمان موضوع كان مطروح النهاردة مع وزارة البيئة. وهو العمل على السياحة الخضراء. وهتكون نقطة الانطلاق منه إن شاء الله هو موضوع قديم وتم الشغل عليه. وبعدين وقف سنين عديدة وبعدين رجع النهاردة بتوجيهات أن لازم نوصل يكون عندنا مدينة فيها السياحة الخضراء. كخطوة أولى تعامن بعد كده على باقي المقاصد السياحية اللي موجودة داخل مصر. فالحقيقة كان بيتكلم طبعاً الموضوع السياحة البيئية والاهتمام بالبيئة والاهتمام بالموارد الطبيعي. ويمكن ده بيتماشى مع السياسة دلوقتي الموجودة في الدولة وهي الاتجاه نحوال الاقتصاد الأخضر أو صدافة مصر لمؤتمر أو قمة المناخ القادمة وما إلى ذلك. طبعاً ما فيش كلام. فده طبعاً هيبدأ تطبيقه زي ما قلت حضرتك كده. وده هيبدأ تطبيقه في شرم الشيخ. وهيبقى فيه النجمة الخضراء بتوضع على مدخل الأوتيل. يبقى ده الأوتيل اللي هو صديق للبيئة. وبحيث أن تبقى دي مرحلة وبعد كده المدينة كلها تبقى صديقة للبيئة. من حيث معالجة الويست. نعم فهموا حضرتك. نحن نتكلم عن تغير المناخ أو فكرة الملوث كل ما هو ملوث للبيئة. نتلص بين النفايات والحاجات دي الحقيقة. من حيث الخلايا الضوئية. استردام الخلايا الضوئية. من حيث أن العربيات اللي بتمشي داخل المدينة كلها تكون عربيات بلايز أو كهربائية. فإلى آخره. فده طبعا يدي قيمة مدافع لمصر. النهاردة القيادة السياسية بتسعى لرفع قيمة مصر. لوضع مصر في الموقع اللي هي تستحلو. صحيح. تاريخيا وثقافيا وشعبيا. فالحقيقة دي هتبقى مدينة جاذبة. هتبقى مدينة بتدي قيمة للدولة وللمصريين كلهم. أنا طبعا بشكر شكرا جزيلا وبتمنى لكم كل التوفيق في اللجنة إن شاء الله خلال الفترة القادمة. كنت معايا منورني في الستوديو وضيفي النائب أحمد الطيبي وكيل لجنة السياحة في مجلس النواب. شكرا لحدك شكرا جزيلا إلى هنا مشاهدين الكرام تكون انتهت حلقة النهاردة من السلطة التشريعية. بكرا إن شاء الله حلقة جديدة في نفس المعاد وقبل ساعة من الآن. شكرا وإلى اللقاء.